أهلاً بالمتابعين الكرام لقد قدمنا سلسلة من الحلقات حول موضوع البيئة التي ظهر فيها القرآن وآخر ما وصلنا إليه هو مساهمة فريق من المجادلين والمحاورين للرسول سواء من الخصوم أو من التابعين له في تأليف تركبة الأصلية للنص القرآني والتي ربما دونت في البداية كما تخبرنا السير والأخبار الإسلامية بطريقة عشوائية على مواد لم تصمد أمام الزمن ويبدو أن جزءاً صغيراً منها حفظ في الذاكرة الجماعية نظراً للظروف السائدة من قلة الخبرة في مجال التوثيق بعكس ما كان عند اليهود والمسيحيين هذا من جهة ومن جهة أخرى رؤية الدرفية التي كان الناس يعيشونها في تلك الفترة خاصة فترة الصراع البيزنطي الساساني ما بين سنة 914 إلى 628 ميلادية والتي أدت إلى ارتفاع الضرائب على شعوب القابعة تحت الاحتلال تارة البيزنطي وتارة الساساني وأيضاً ندرة تساقطات الأمطار زادت الوضعية الزمن مما أدى بدوره لقلة المحاصيل الزراعية وانتشار المجاعات والأمراض المعدية كالطاعون ثم أعقبتها حدود زلازل ضربة الكنائس والأديرة وبالتالي فكل هذه الظروف القاسية أعطت انطباعاً قوياً باقتراب الساعة بين قوسين آخر الزمان نظراً لاعتماد التقافة الجماعية على الفكر الديني فقط باعتباره أبل علوم والمعرفة مما عزز فكرة الأبوكاليبس والرجوع إلى الأصفار المقدسة التي تتحدث عن آخر الزمان ومجيء النبي الذي يفتح الطريق للمصية أو عودة المسيح الثانية في هذا الجو المشحون ظهر الإسلام بعد انتصار مؤسسيه العرب على البيزنطيين وعندما ننظر للخريطة الدينية للجزيرة العربية في تلك الفترة أي ما بين القرن السادس والقرن السابع الميلادي نجد العقيدة المسيحية باختلاف طوائفها وأقلية متنوعة يهودية تطوق هذه الجزيرة من كل النواحي ففي الشرق عند الخليج كانت العقيدة النسطورية تسود في هذه المنطقة وفي الشمال ساب النفوذ الملكي البيزنطي حاليا هم الروم الأورتودوكس وكذلك في الغرب غرب البحر الأحمر الكنيسة القبطية بين قوسين الأقباط الأورتودوكس وفي الجنوب يوجد النفوذ الحبشي الأحباش الأورتودوكس الأدلة الأترية أكدت هذا التواجد المسيحي في تلك المنطقة مؤخرا حيث عطرة على آتار كنائس وأديرة تشهد على هذا التوزيع الديني ففي منطقة الخليج عطرة على آتار كنائس وأديرة نسطورية تعود للقرن السابع الميلادي كانت موجودة منذ أكثر من قرنين فيخبرنا كل من الفرنسي الأستاذ كريستيان جوليان غوبين والأستاذ موريال ديبي سنة 2015 بنقاط توزيع هذه الآتار المسيحية في منطقة الخليج كقبائل بنياس في الإمارات وبيت قطرية والمليحات بقطر والقصور بالكويت وكذلك في جنوب المملكة السعودية بنجران وفي اليمن كنيسة صنعاء القليس في ظل هذه التواجد الكتيف للعقيدة المسيحية بكل أطيافها ومداهبها ويهودية متنوعة وهي بقايا عقيدة مسوية الأرجح نزحت من اليمن تقريبا ما بين سنة 380 ميلادية بداية اعتناق مملكة حمير للعقيدة اليهودية إلى سنة 525 ميلادية وقت حملة مملكة أكسوم بين قوسين الأحباش والقضاء على هذه المملكة اليهودية إذن كيف يمكن وجود وتنية منعزلة عند ركن نائي من هذه الجزيرة في منطقة مكة الحالية فالنص القرآني لا يشهد لهذه الوتنية بتواجد صريح في فترة ظهوره بل يقدم لنا نظرة مختلفة عما جاءت به الرواية الإسلامية فكما قلنا في الحلقات السابقة القرآن يمر مرور الكرام على أصنام العرب وذلك في صورة النجم حين يذكر اللات والعزة ومنات وأشار إلى نقطة مهمة جدا ربما لم ينتبه لها الشيوخ والفقهة عندما يقول في الآية 21 ألكم الذكر وله الأنتى بمعنى أن هذه الآلهة لم تعد مستقلة ذاتيا في تقديسها وتعظيمها وعبادتها عند العرب بل أصبحت شريكة لله بصفتها بناتا له كان الآباء والأجداد يعبدونها ويقدمون القرابين والدبائح لها وهم من سموها بهذه الأسماء كما تدل الآية 23 من صورة النجم وبالتالي المجتمع الذي ظهر فيه الرسول له عقيدة مبنية على التوافق كمرحلة انتقالية من الوتنية نحو التوحيد خاصة عندما يشهد لهؤلاء العرب بمعرفتهم بالله كخالق لكل شيء كما تفيد الآية 38 من صورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفريتم ما تدعون من دون الله إلى آخره وكمرآت لمجتمعه يعكس القرآن هذه التقافة العربية في مرحلة البينين من الوتنية إلى التوحيد فعلى سبيل المثال نجد في أسلوب القصم للتأكيد والتوكيد أن العرب كانوا ولا يزالوا يحلفون بالأشياء العظيمة وقد تأثر القرآن بهذه التقافة وذلك ظاهر في عدة آيات للقصم منها النجم الشمس والقمر والضحى والليل والبلد وغيرها كذلك نجد صدى لهذه الثقافة في الشعر الجاهلي كما يفيد كتاب المفصل لتاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي حيث يقول زهير بن أبي سلمة فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي ويقول الأعشى وهو يمدح النعمان بن المندر لعمر الذي حجت قريش قطينه لقد كتهم كيد مرئ غير مسندي والنعمان هذا كان من المسيحيين النصاطرة عاش في القرن السادس وبداية القرن السابع الميلادي فرغم أن الحلفان في العقيدة المسيحية لا يجوز كما هو جلي في إنجيل متى إصحاح 5 عدد 34 إلا أن العرب بكل دياناتهم ومداهبهم اعتادوا على الحلفان في تأكيد الأشياء وهي عادة جماعية للهروب من التبرير والتأكيد على صدق الكلام فكما قلنا انتهت عبادة الأصنام في القرن السادس الميلادي في الجزيرة العربية بشكل تعبدي وتحولت لشكل رمزي تقديسي عند مجموعة بسيطة باعتبار هذه الآلهة السابقة بنات لله خالق الكون وهذا التحول تدريجي نجد مثيل له في تحول العبارة اللاهوتية باسم الرحمن وابنه كريستوس المنتصر والروح القدس كما جاء في آخر سطر نقش بالخط المسند الموجود في متحف إسطنبول تحت رقم EST-7608-PAS يقول النص باسم رحمن وابنه كريستوس غالبان انتهى المقطع الذي يعود لعصر الملك الأول بعد غزو الأحباش وهو القائد أرياط كما تسميه المصادر الإسلامية تاريخ الطبري تاريخ اليعقوبي تفسير سمرقندي في القرن الرابع الهجري وغيره فأصبحت هذه العبارات أو هذه العبارة اللاهوتية في عصر أبرها أو أبرها موس زيمبان على نقش بالخط المسند الذي وجد في مأرب ويعود لسنة 548 ميلادية تحت رقم سي اي هاش خمسة أربعة واحد يقول النص بقوة وعون رحيم الرحمن ومسيحه وروح القدس ومسيحه عفوا وروح القدس إذن كلمة ابن في النقش الأول تحولت إلى كلمة مسيح مسيحه وبقيت هذه الكلمة تقصد أو يقصد منها السيد المسيح حتى مجيء الإسلام وتبنيه لهذه الكريستولوجيا في الآية 171 من صورة النساء نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر